بعد ان اعلنت وزارة الداخلية التونسية عن احباط مخطط كان يهدف الى اغتيال مباركا عوينية عضو حزب التيار الشعبي ارمالة الشهيد محمد الابراهمي الذي اغتيل في يوليو من عام 2013 باربع عشرة طلقة نارية مباركا عوينية قالت ان التلاعب بملفات الشهداء اوصل البلاد الى الحالة التي هي عليها الان وانه لو تم التعاطي بجدية مع قضيته الشهدين بالعيد والابراهمي لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم حزب العمال التونسي عبر عن تضامنه مع النائب باركا عوينية ومع حزبها وادان في بيان له خطاب الكراهية والتكفير واعتبر انه يدفع بالبلاد نحو العودة الى مربع العنف والاغتيالات السياسية ودعا حزب العمال الى رص الصفوف لمواجهة المخاطر التي تحدق بالبلاد والشعب داخليا وخارجيا وبعد تعرض عدد من نواب الحزب الدستوري الحر في البرلمان الى الاعتداء من قبل عدد من زوار البرلمان اعربت حركة تحية تونس البرلمانية عن ادانتها الشديدة واعتبرت ذلك تهديدا لسلامة النواب وامنهم وطالبت بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن هذا الاعتداء وبهذه الحوادث عاد الحديث من جديد عن علاقة حزب النهضة الذي اتهم جهازه السري سابقا باغتيال براهمي وبلعيد واخرين وجاء ذلك متزامنا مع اعتداء تعرض له نواب في البرلمان التونسي من الحزب الدستوري الحر ومع تصريحات اطلقتها النائب في البرلمان عبير موسي اتهمت فيها حركة النهضة بالوقوف وراء رسائل التهديد بالقتل الذي تتعرض له وقالت ان رئيس اخوان تونس في اشارة الى راشد الغنوشي هو الذي اعطى اشارات لانصاره بالاعتداء على اعضاء الحزب الدستوري الحر واتهمته باثارة الفتنة وخدمة اجندات خارجية اشتركوا في القناة شكرا